لعن الله من يقتل مسلما بحجة إسلامه وغضب الله عليه ولعنة الله على من يقتل كافرا بحجة كفره ولم يعتدي عليه هذه الجملة هي عنوان لبيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1439 للهجرة الموافق 27 من شهر نوفمبر لعام 2017 ميلاديا ويتلو عليكم البيان أحد أنصاره إلى الله بسم الله الرب الغاضب على المفسدين في مشارق الأرض ومغاربها سفاكي دماء المسلمين بغير حق والكافرين الذين لم يعتدوا عليهم ألا وإن جريمة سيئة قتل نفس بغير حق ليس عقابها عند الله كمثل السيئات الأخر في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم إلا الجزاء عند الله لمن قتل نفسا بغير نفس أو قتلها فسادا في الأرض طغيانا وظلمة فلن يجزيه الله فقط بإثم قتل نفس واحدة بل يضاعف له العذاب بعدد كافة أنفس الناس جميعا ذلك حكم الله في محكم كتابه على المجرمين من عباده تصديقا لقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم ويا معشر الذين قتلوا المصلين في مسجد الروضة بسيناء مصر فلا أظنكم من المسلمين ولا أظنكم من الكافرين الضادلين بل من المغضوب عليهم الناقمين على المؤمنين لعنقب الله لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة وغضب الله عليكم في الدنيا والآخرة ولم تجدوا لكم من دون الله ولي ولا نصير اللهم إني عبدك المعتصم بك المستمسك بكتابك القرآن العظيم سألتك ربي بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك الذي هم له كارهون أن لا تبقي من شياطين الإنس والجن أحدا اللهم فأهلكهم بددا بصواعك من عندك ترسلها على الذين لو علموا بسبيل الحق لم اتخذوه سبيلا أبدا كونهم كرهوا ما أنزل الله من الحق وهم للحق كارهوا اللهم إنك أعلم بهم في عبادك إنك بعبادك خبير بصير اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك بعذاب من عندك اللهم واهدي بعذابك ما دون ذلك من الإنس والجن ومن كل جنس اللهم إنك تعلم أني عبدك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله في الأرض اصطفيتني كي أنهي الفسادة في الأرض وأنهي سفكة دماء وأملأ الأرض عدلة كما ملئت جورا وظلمة اللهم أحكم بيني وبين الذين لو علموا أني الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد الداعي لاتباع ذكر الله للعالمين لم اتبعوني وسيئة وجوههم بسبب بعث المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني أولئك لا يزيدهم بعث المهدي المنتظر الحق من ربهم إلا رجسا إلى رجسهم كونه يدعو إلى اتباع القرآن العظيم الحق من ربهم وهم للحق كارهون ويريدون أن يطفئوا نور الله ويقبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المجرمون غضب الله عليهم ولعنهم وأرسل عليهم السواعق من عنده فيصيبهم بها أينما كانوا إن الله محيط بالكافرين المغضوب عليهم الذين كرهوا رضوان الله وما أنزل من الحق ويعلمهم أجمعين في عباده إنه عليم بذات الصدور اللهم وهد الضالين من المسلمين والكافرين في العالمين الذين لو علموا أني المهدي المنتظر الحق الداعي إلى الحق من ربهم لا اتبعوني فأنت أعلم بعبادك وأرحم بهم من عبدك ووعدك الحق وأنت أرحم الراحمين اللهم هذا دعاء عبدك وخليفتك في الأرض الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ومنك الإجابة إنك ربي سميع الدعاء اللهم إنك تعلم أنك استفيتني في الأرض خليفة اللهم إني أشهدك وكفى بالله شهيدة أنك لو أيدت عبدك وخليفتك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني لإظهاره بكافة جنودك في ملكوت السماوات والأرض من البعوضة فما فوقها فإني أشهدك ربي العليم بما في قلبي من يقين الإيمان إنما النصر من عندك سبحانك ربي القوي العزيز اللهم بك استغنيت وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزة نعم المولى ونعم النصير حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده المستغني بربه عن جنده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني